السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم سوف ننتقل الآن إلى موقع يسمى غدير خم غدير خم هذا مرة عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة وهو ذاهب في طريق الهجرة والمرة الثانية بعد حجة الوداع وفيه أثناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما وقع خلاف بين علي بن أبي طالب وأحد الصحابة سوف ننتقل للموقع لكن خلنا نورك كيف نصل للموقع والإحداثيات غدير خم مرة عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من الهجرة يوم الأربعاء سبعة ربيع الأول أما الإحداثيات فهذه الإحداثيات 22-44-10 هذه إحداثيات الموقع يبعد عن الكعبة 159 كيلو متر أما عن المنبر النبوي فهو يبعد 195 كيلو متر كيف نتعرف عليه طبعا أنا جهزت الموقع لكن خلني باش راحلك على القارمن كيف أنك ممكن تصل لذلك الموقع خلني باش راحلك كيف تستخدم القارمن للوصول إلى الإحداثيات إلى أين بعد أن تأخذ الإحداثيات ثم يجيك هنا الإن طبعا هذه الإحداثيات أنا مسجلة أو عفو الله هذه إحداثيات الثانية لكن أو إحداثيات الموقع اللي أنا فيه لكن خلنا ندخل على نفس الموقع أو الشي تضغط اللي فوق اللي إن يجيك بالشكل هذا تعبيها أول شي تكتب إن بعدين تدخل الرقم الآخر الآن عبين الموقع لو تلاحظ رقمين 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 طب لو افترضنا جاء عندك في الإحداثيات أو في الموقع اللي أنتبحث فيه رقم واحد يعني مثلا جاءك 22 بعدين جاءك أربعة بعدين فاصلة وهكذا كيف تعبيها تكتب 22 بعدين أربعة بعدين صفر أي رقم ما تجده تكتب الرقم الموجود بعده تكتب صفر ما هو مثل الطريقة العادية لك تكتب صفر بعدها الرقم لا هذا في القارمين تستخدم طريقة أخرى بعد ما تعبي الرقم تنتقل على التالي بعدين يجيب لك الإي تكتب الإي بعدين صفر بعدين ثلاثة تسعة هذه ثابتة شوف لاحظ معي هنا يجيك الإي بعدين تسعة وثلاثين أربعة عشر بعدين فاصلة ورقم واحد أكتب أنا واحد صفر بعدين واحد واحد وضعينا الآن لحداثيات جاهز بعدين انطلق بدأت مسار جديد الآن يجيبك نفس الموقع طبعا مباشر ما يجيب لك مع الخطوط لأنني أنا استخدمت الموقع مباشرة وهذا يساعد الأشخاص حق الهايكينغ اللي يبغوا يمشي نبعد عن ستة وتسعين كيلو محمد رسول الله والذين معه أشداه على الكفار رحبا محمد 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 رحبا أهلا علي بنبي طالب أخذ أكثر من الغنائم كررها على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ثم ذكر فضل علي للصحابة في هذا الموضع هذا المنظر كامل لموقع الغدير إذن ما قصة يوم الغدير قصة يوم الغدير هي تتمحور في قصة بريدة بن الحصيب بريدة بن الحصيب هذا كان في جيش خالد بن الوليد وقد بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فعندما غزوا وانتصروا النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الحج حجة الودع ثم بعث علي بن أبي طالب يقسم الغنائم ومن ضمنها الخمس المهم لما وصل علي وقسم الغنائم وقع بينه وبين بريدة خلاف يقول بريدة كان فيه جفوة فعلي بن أبي طالب بعدما قسم الخمس وقع في نفس بريدة شيء فعندما عادوا والنبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وعندما وصلوا إلى غدير خم ذكر بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم ما في نفسه من علي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم أتبغض علي فقال بريدة نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضه ثم ذكر فضائل علي بن أبي طالب طبعا الشيعة يعتبرون أن هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر علي وفضله يعتبرونه من قواعد الدين وبعد ذلك كفروا كل الصحابة وكفروا أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفروا العباس ابن عبد المطلب عبد النبي صلى الله عليه وسلم وكفر عبد الله بن عباس فكلهم كفار لديهم إلا ثلاثة واربعة من الصحابة الذي هو غدير خم بدأوا الشيعة يحتفلون به ويركزون عليه حتى حتى أن معز الدولة ابن بويه طبعا من الدولة البويهية جعل عام ثلاثمائة وثلاثين وخمسين عيد وسماه يوم الغدير أو عيد الغدير وإلى الآن يحتفلون بهذا العيد ويكررونه ويقولون أن في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي مع أنه قبل ذلك كان حجة الوداء وفيها أنزل الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فنزلت هذه الآية في حجة الوداء ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخلافة لعلي لقالها أمام الناس في خطبة حجة الوداء لكن ما ذكره إلا في الغدير عندما وقع خلاف بين علي بن أبي طالب وبريدة ابن الحصيب والسؤال المهم أيهما أفضل الحسن أم الحسين طبعا عند علماء الشيعة يرون أن الحسن أفضل وكذلك عند علماء السنة يرون أن الحسن أفضل ولكن السؤال لماذا عند الشيعة الحسينيات ولا يوجد حسنيات لماذا طربة الحسين مباركة ولا يوجد ذكر للحسن هل في يوم سمعت أحد ينادي يا حسن جميعها يا حسين لماذا لماذا جميع الأئمة هم من ذرية الحسين أين الحسن هذا وغيره سوف نتناوله بإذن الله في الحلقة القادمة أدام الله بقاءكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر